قال مسؤولان أمريكيان لرويترزين الجيش الأمريكي نفذ ضربات جديدة صباحا هذا اليوم ضد الحوثيين في اليمن ونقلت CNN عن مسؤول أمريكي قوله إن هذه الضربات استهدفت منشأة الرادار يستخدمها الحوثيون وكانت وسائل إعلام الحوثية قالت وأكدت عن وقوع عدد من الغارات استهدفت العاصمة صنعا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد أن الولايات المتحدة سترد إذ واصل الحوثيون سلوكهم الذي وصفه بغير المقبول واستمروا في مهرجمة سفن في البحر الأحمر وقال بايدن أنه لا يعتقد أن هذه الضربات الأمريكية والبريطانية ضد الحوثيين في اليمن أوقع الضحايا مدنيين معتبرا أن هذا الأمر يشكل دليلا إضافيا على لنجاح الضربات وردا على أسئلة الصحفيين بشأن الرسالة التي يريد إيصالها لطهران بعد ضرب الحوثيين المدعومين من إيران قال بايدن إن رسالته وصلت دافعت الولايات المتحدة وبريطانيا عن هذه الضربات العسكرية الأخيرة في اليمن باعتبارها قانونية وتتفق مع القانون الدولي وقالت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لمجلس الأمن إن الضربات استهدفت تعطيل قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن وأضافت أن الهجمات كانت ضرورية ومتناسبة وتتسق مع القانون الدولي وجزء من ممارسة الولايات المتحدة لحقها في الدفاع عن النفس وقالت جرينفيلد إن بلادها لا ترغب في توسيع النزاع في المنطقة وإنما تريد نزع فتيل التوتر واستعادة الاستقرار في البحر الأحمر كما ألقت اللوم على إيران لقيامها بدعم الحوثيين مما سعادهم على تتبع واستهداف السفن دع الأمين العام للأمم المتحدة أنطانيو جوتيرس الدول التي تحمي سفنها من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى الالتزام بالقانون الدولي جاء ذلك في تصريحات صحفية أدل بها المتحدث باسم جوتيرس استفان دوغاريك الذي قال إن الأمين العام يدعو جميع دول إلى الدفاع عن سفنها وفقا للقانون الدولي على النحو المنصوص عليه وأضاف أن الأمين العام يطالب جميع الأطراف المعنية بعدم تصعيد الأوضاع أكثر من أجل ضمان السلام والاستقرار في البحر الأحمر والمنطقة على نطاق واسع أكد مسؤول عسكري أمريكي أن بلاده تتوقع سعي الحوثيين لانتقام على ضربها وبريطانيا نحو 30 موقعا في اليمن ووفق لما نقلته رويترز عن المسؤول الأمريكي فإن واشنطن تستبعد سقوط عدد كبير من الضحايا خلال ضرباتها خاصة وأن الغارات استدفت منصات إطلاق صواريخ للحوثيين بمناطق ريفية ترجمة نانسي قنقر